محلياً احتج عدد من عمال مصانع طحن الأسماك في المهرى وحضرموت على قرارات تسريحهم من العمل نتيجة قرار وزاري بإيقاف عدد من المصانع وعبر العمال عن صخطهم من قرار تسريحهم عن العمل مطالبين بإعادة النظر فيه كونه يستهدف مصدر رزقهم الوحيد ويهدد أسرهم التي يعيلونها العمل على إيجاد بدائل لأعمالهم وكان وزير الزراعة والثروة السماكية وجه مؤخراً بإيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرى وحضرموت وعدم منح ترخيص بإنشاء مصانع جديدة خاصة بطحن الأسماك بعد هذا القرار الأخير الذي قدمه معالي وزير الثروة السماكية قامت شركة نوراس تصبيحة حساب العمال والمهندسين ويعطاهم جميع حقوقهم وترحيلهم عن العمل التزاماً بالقرار فلذلك نحن نطالب الحكومة اليمنية كونها حريصة على ثروات اليمن أن توفر لنا فرص عمل بدل من أن نخرج الشوارع أو نتقه إلى الطرف الآخر لطلب فرص العمل استغلنا والله في مصنع الأسماك وأنا من الحديدة في مصنع الطحن والآن مصنع الطحن وقف وحنا فين نروح لحنا نطالب للحكومة أن تثرنا أمال يعني فين نروح لحنا وين نذهب يعني ما معنا ولا حاجة نشوف كل هالأمال الذين خرجنا خرجوا واحدة يعني ما حصلنا على هذا الأعمال ولا حاجة كنا في شركة الطحن نحصل يعني كنا رواعتم شوية نصرف العياننا والآن لا تصرفنا ولا شيء قالوا خلص الشركة وقفت يعني وين نروح لحنا وين نذهب نحن نطالب معالي وزير الثروة السمكية بفرص أعمال بدلا عن شركات التي كنا نشتغل بأن أكون أشتغل في شركة العربية لطحن الأسماك وبعد القرار تم إيقاف الشركة وإخراجنا من الشركة ونحن نعي الأسر كل من هؤلاء يتحمل أسرة ولا يدرون إلى أين يذهبون فنرجو من معالي الوزير أخذ القرار والتراجع أو البديل للعمل فرص العمل كوننا من أبناء الشعب اليمني من مختلف المناطق من عدن ومن أبيان ومن الضالع ومن إب ومن تعز نطالب من الحكومة أن توفر فرص عمل لجميع العمال هؤلاء كلهم بدون عمل لطردهم وتوقيف عمل ونطالب الحكومة توظيف هؤلاء الشباب كامل عطلين على العمل